عشرة للشامبونيز ليج وعشرة طبعاً تيشيرت محمد شريف المخيف محمد شريف هدف النادي الآلي في الدور المصري والمهاجم الواعد الفترة القادمة هاخرج عن النص شوية ومش هتكلم على احتفالية تدشين الآلي طبعاً بالنجمة العشرة لأنه عندي حدث مهم جداً فارد نفسه على الساحة الرياضية وعلى الساحة القروية بشكل خاص وهو متعلق به اجتماع عدد من الأندية وصل لأكتر من 51 نادي بالأمس في إحدى فنادق التجمع الخامس بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديلات في الليحة، ليحة النظام الأساسي التي لم تعتمد أصلاً وموجودة في اللجنة الأولمبية لمراجعتها بشكل قانوني ثم الدعوة لانتخابات المصير في الأمر ده أن الأندية يعني بتدي تتكلم في الموضوع ده بعد سنتين من تعيين لجان داخل اتحاد القرى والاتحاد الدولي فيفا يعني مد للجان داخل الاتحاد لأكتر من سنتين عمر الاتحاد الدولي ما جاء أي اللجنة في أي اتحاد في إفريقيا أو في الاتحادات بشكل عام سنة سنة ونص أقصى حاجة بتبقى سنتين لكن اتحاد القرى في يناير القادم هيكون مرة عليه سنتين ونصف بدون مجلس إدارة منتخب بالأندية انتفضت وفكرت إن لا الاتحاد لازم يكون فيه مجلس إدارة ولازم يكون فيه ليحة نظام أساسي وفيه ليحة كانوا اعتمدوها أيام وجود عمر الجنين رئيس اللجنة الخماسية والغاية للحظة دي هم مش عارفين الليحة فين فبالتالي دعوا لاجتماع جماعة عمومية خلال 15 يوم هيشكلوا لجنة ربعية هيتواصلوا مع الاتحاد الدولي لقرى القدم هيعدلوا في ليحة النظام الأساسي ثم يجروا انتخابات البعض يقول لي هل ده قانوني؟ آه قانوني لأن الأندية هي صاحبة الاختصاص في كل هذه الإجراءات والإتحاد الدولي لقرى القدم فيفا ما يقدرش يقول للأندية أنتوا بتعملوا إيه لأن سهل جدا أي نادية أو أي جماعة عمومية تطعن على قرار تعيين اللجان قدام المحكمة الرياضية الدولية حصلت في أكتر من دولة إفريقية والاتحاد الدولي عمل توازنات وأجرى اتصالات بالأندية في هذه الاتحادات عشان يتوصلوا لصيغ التفاهم واتفاق في الفترة اللي جاية عموما ده كان رأي الأندية بالأمس وفي خطوات جدة خلال الساعات اللي جاية هل اتحاد القرى سكت بعد هذا القرار؟ لا اتحاد القرى رد على بيان الجماعة العمومية وقال أو اللجنة السلسية ردت وقالت إحنا ماضيين في تنفيذ خارطة طريق الانتخاب مجلس إدارة وقالوا أنه هم في انتظار نشر ليحة النظام الأساسي لأن حنان اللجنة أو الليحة بيتم مراجعتها قانونيا من اللجنة الأممبية المصرية بعد اعتماد الفيفا وقال المهندس أحمد مجاهد أنه حاول إجراء الانتخابات في شهر يناير الماضي فور تسلمه المهمة إلا أن القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حالت دون ذلك كان محاول عقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء تعديلات على بنود الليحة للنظر في مقترحات الأعضاء اللي اتقدمت له لكن برضو الاتحاد الدولي كان ليه رأيي تاني وقال نسيب ده لمجلس الإدارة المنتخب حتى دي ما بين قوصين كده فمليون علامة استفهام يا بشمهندس أحمد لأن المفروض طالما الأندية عايز أتعدل الاتحاد الدولي ما يقولش لا بالعكس لكن ما علينا قال كمان اللجنة المكلفة لإدارة الاتحاد يعني ساعت لإجراء الانتخابات قبل 31 سبعة لكن القانون نص على إجراء الانتخابات عقب الدورة الأولمبية اللي كانت مقيمة أو أقيمت فيه توقيو وليس أثناء إقامة الدورة الأولمبية فبالتالي اللجنة ممتدة عملها لغاية يناير ويعمل انتخابات فيه بحد أقصى 5 يناير المهندس شام حطب دخل على الخط رئيس للجنة الأولمبية والناس سألته على اللايحة اللايحة فين؟ اللوم اللايحة عندي في اللجنة الأولمبية وبيتم دراستها بشكل قانوني خلال الفترة الحالية قبل إرسالها لوزارة الرياضة واعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية لكن المهندس شام حطب قال نقطة مهمة جدا وده أنا أكدته منذ لحظات لما قال من حق الجماعية العمومية لاتحاد القرى تحديد بنود اللايحة التي تحكمهم مشيرا إلى أنه حتى لو اعتمدت اللايحة من جانب الفيفا ونشرت في الوقاعة الرسمية يجوز التغيير فيها وإجراء تعديلات بشأنها لكن بشرط أن يتم ذلك في جماعية عمومية غير عادية وموافقة الأغلبية على تلك التغييرات إن وجدت بشكل عام نشوف الساعات الجاية هتصفر عن إيه وزي ما نشايفين طبعا دي تصراحات المهندس الشام حطب النهاردة على موقع اليوم السابع حسب معلوماتي من عشر تيام بالزبط اللايحة كانت موجودة في اللجنة الأولمبية عشان يتموا منقشتها بشكل قانوني ودراستها ومراجعتها في بعض البلود في اللايحة مخالفة لقانون الرياضة أكيد عندنا حدث أهم وتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الآن